اشتركوا في القناة 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 هذا هو اللي يجيب ويحط ويقدم كل اخطرة يعطيك وجه جديد طب طب ضحية وينحيه يزيد يجيب لك وجه جديد هو ما ما يتغيروش واش قلت البارح باش تصلح كورة القادم مش يلازم تنحي عمارة ومش يلازم تنحي زرطي ومش يلازم تنحي راو راو التنحي اللي يراهو ينحي ويحط هذا هو اللي تنحيه تنحي جدور الفاساد فعمارة هنا شاف روحوا اضحية قلبها لهم خرجهم خرجت على الكسب ما نستاقلش ما نستاقلش نخلطها واش قالوا له الفيدرالية قالوا له تروح متو ما نروحوش حنا هدي هي اللي قتلكم يدير واجهها يضحوا به ويرموه وما يبقى تروح متو ما نروحوش حنا عمارة ثاقلهم ثاقلهم باللي لعبوا به الأضحية نادرح يخلطها لهم باللي ما نروحش نسحب الاستيقال التاعي يضال عليهم من روحو قا ولا نبقى وقا هادي هي من روحو قا ولا نبقى وقا ولا نفضح البازقا وماذا بيه يتفضح ماذا بيه هاد الأمور تتفضح ماذا بيه يخرجوا ولي الفيدرالية هي اللي نحضت شيء كانت تمشي الفيدرالية هادية هي اللي قدمت التشكيلات على جمال بلماضي يا ناس هي اللي قدمتها للإعلام بيش تقضي على جمال بلماضي قدت لكم عندي معلومات وإن شاء الله يزيد الأخي يأكد لي المعلومات قال لي أصبر لأن خودة ياخي على بالكم ما محتاز الإنسان هذا ما شاء الله عليه على باله باللي نخدم خدمات ما ما نحنش زائما كما يقولوا لا واي او لا نو اتأكد لي من خبر نحب الخبر المؤكد بلا ما نقول له هو على باله قال لي أصبر أعطاني معلومات قال لي أصبر غدوان زيد نتأكد لك مليح 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 هي اللي تبعت صحاطة وهي اللي تمد أخبار على المنتخب الوطني جزائري تسريبات 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 المنتخب الوطني جزائري تسريبات التشكيلة تسريبات كده هادو ما راهم ضد جامال بلماضي لاش راهم ضد جامال بلماضي المعلومات اللي وصلتني هادو متع تشحام من اللي جا جامال بلماضي قطع عليهم التشحام ما كانش تاكل الخبز ما تكونش خبز مع جمال بالماضي وقع على بالكم بيها هما اللي خدموها وهادو الناس اللي في الفيدرالية هما اللي خدموا الخدمة باش جمال بالماضي يتقسوا وملاكوا بديمون باش يتنحى جمال بالماضي وهما والصحافة التي اتضحهم اللي وصلت polskه معلومات قلت لكم من قدير شو نقول لكم في الفيديو اللي فات اترجوا هم هام اللي راههم يقولوا لالصحافة باللي جمال بالماضي راح يستقل وراء رمضان trays ضغطو عجمال بالماضي باش يستقل باش يعادي ذوقلوا وياكلوا الخمز عندهم صحافة هما اللي يخدموا معصحافة الخروطة لي obligما يتطاقف في جمال بالماضي هما اللي يخدموا معصحافة للي ثلاثتني اتطاقلوا في ال isha chefs على جامال بلماضي الناس الفيدرالية ونطلب من الحكومات تدخل تدخل سريع قاع يتنحى اخفاق المنتخب الوطني جزائي تتحملوا المسؤوليتاء وليان شفنا جامال بلماضي يدير كل شي اللي عليها انتم اللي ما درتوش كل شي عليكم وانتم اللي راكم تخرجوا في تسريبات وانتم اللي راكم مطواطئين مع ايطو انتم اللي راكم مطواطئين مع ايطو تكرهوا جامال بلماضي تكرهوا جامال بلماضي لان ما راكمش تاكلوا في الخبز معاه تكرهوا جامال بلماضي ما كانش تشحى من حالكم من المعلومات اللي وصلتني قالت جامال بلماضي يكرهوه جامال بلماضي وهو ما اللي راهم وراء باش جامال بلماضي يخطقوا وهو ما اللي راهم وراء نحاوزت شي نحاو كانت تخدم بليه مع ذات شي نحاوزت شي باش جابولو هذا ما عندو لا علاقة بكورة القادم وحطوه باش يخدموا به وكاش مكاين ضاحية يروحوا تجمعوا له الشعب الجزائري عاودوا لا قل لكم مراني شرايح يان روحوكا يان ريحوكا يان روحوكا يان ريحوكا ماذا بيا واسمه عمارة تنقد روحكم الشعب الجزائري يا عمارة لأن خلاص كرهك الشعب الجزائري تبزق البازقا لازم تطلق كلش تطلق كلش تعطيك تعطيه معلومات وش راهو يدور وش كان يدور وش كايب حتى وتكون متواطئ على الاقل الشعب الجزائري ممكن يغفر لك لانفضحت الفالحة نتمنى انه هاد الحملة هادية اللي ناضط باش كما قولوا ان شاء الله تتخلط 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 تتكشف كلش يتكشفوا والفيديرالية هادية راهي ضد جامال بلماضي الفيديرالية اعضاء في الفيديرالية المجلس الاعضاء اللي في الفيديرالية راههم ضد جامال بلماضي وهو مرم حابين جامال بلماضي يروح المافيا الرياضية راهي حابة جامال بلماضي يروح لان نقطع عليهم الخبز هادي هي المعلومات اللي عندي يا خوتي وش عندي وكاين معلومات ما نقدش نقولها لان ما زل ما تأكدش مش هي ما زل ما تأكدش ناس تيقر اللي راني نعمل معهم ولكن حبوا يأكدوا لي بش يحطوا لي معلومات ان شاء الله وغدوا ان شاء الله كي توصلني المعلومات نزيد نديلكم فيديو ونعطي لكم تفاصيل وجامال بلماضي ما راهوش حيبيروح وإذا راح جامال بلماضي سباب الفيديرالية هادي معلومة خودها من عندي ما نطويش عليكم خوتي وقل لكم نتلقى ان شاء الله ونبعد في فيديو ما نطويش عليكم وقل لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام